قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قام بزيارة إلى المعرض الخليجي للرياضة والذي يقام بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم مشترك بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وشركة هانو للاستشارات وذلك بحضور سعادة سيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين باتت من الدول الجاذبة للمعارض والمؤتمرات باعتبارها من الدول القلائل التي أيقنت أهمية صناعة المعارض وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات وفتحت باب استضافة وتنظيم المعارض على مصراعيه ليشكل علامة بارزة في الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية التعريف بمنجزات المملكة في التنمية الحضارية وهو ما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد في جعل البحرين وجهة مفضلة لصناعة المعارض والمؤتمرات لتصبح المملكة مركزاً رائداً في الخارطة العالمية في احتضان المعارض الدولية في شتى القطاعات وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن معرض الخليج الرياضي يتي بمثابة التأكيد على مكانة مملكة البحرين الجاذبة للمعارض حيث يكتسي المعرض في وقتنا الحالي باعتباره متوافقاً مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين استراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة في استقطاب كبرى الشركات لتكون البحرين موقعاً لعرض منتجاتها الرياضية المختلفة مما يؤكد مكانتها العالمية بالإضافة إلى كون هذا المعرض فرصة لعرض العديد من الأدوات والمعدات الرياضية أمام الأشقاء في دول الخليج العربي والمهتمين للاطلاع على أحدث ما توصل له العالم الحديث من أدوات ومعدات رياضية متطورة قد تساهم في دعم الاستراتيجيات الخليجية الرامية لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في بلداننا الخليجية وأضاف سموه أن المعرض ساهم في إيصال رسالة البحرين في تقديم نموذج متميز يساهم بالارتقاء بمستوى التقنيات والتجهيزات والأدوات الرياضية التي ستحتويها المنشآت الرياضية الجديدة بالإضافة إلى توفير المنصة المناسبة لتبادل الإفكار والخبرات المتطورة والقيمة في مجال التجهيزات الرياضية بما يحقق الاستفادة القسوى للأندية والمنتخبات الوطنية في المملكة ودول المنطقة وأعرب سموه عن تمنياته أن يحقق المعرض والأهداف التي نظم من أجلها هذا وتجول سموه في أرجاء المعرض واطلع على المعدات والأجهزة الحديثة التي عرضتها الشركات المشاركة في المعرض كما استمع سموه إلى شرح مفصل من قبل القائمين على مواقع الشركات عن تلك المعدات وأهميتها في عالم الرياضة وانعكاساتها الإيجابية على مسيرة الرياضة من الناحية الفنية اشتركوا في القناة كما تسلم سموه كتاب ملك الشباب والرياضة والذي يتضمن رحلة مصورة في تاريخ مؤسس رياضة البحرينية الحديثة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي يتضمن 16 فصلا